أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى نتمنى تكونوا بألف خير اليوم جيتكم في حلقة جديدة من وصفات سناء كيناني باش نقدم لكم صلاطات اللي غينفعوكم إن شاء الله في عيد الأضحى اللي كيجيوا سهلين ورائعين وتحت الطلب جالكم بغيتوا شي حاجة اللي تكون مرافقة للمشوي هكا بولفاف مروزية حتش هوات كلهم كيكونوا بلديل اللحم وكم بغيوا شي حاجة اللي رافقوها بهم ديال الخضار هات السلطات دو كيجيوا سهلين كيوجدوا معكم فوق تقصير يعني وتقدروت وجدوه من هار قبل كما تقدروت وجدوه من تال ديك الساعة ما كيياخدوش قع منكم وقت وكيجيوا رائعين هنا يا وجدنا دنجال اللي هو مشتر من الحاكة طويل وكان وجدو القرعة الخضرة الفلافل ملونين ولا هالفلفلة الخضرة والحمرة ووجدنا بتاطا وشلاطة ديال القرعة الحمرة ملسلة هادو هما الخضر اللي عندي غادي نبدأ بالفلفلة هي اللي版 غادي ندرها تشوه في الفران من الاحسن الفلفلة تشوه من الفلفل الفران ما تشوش عليها الغاز على وداش كتاخد الفلفلة كتاخد داق الغاز فيها مشي صحية اللهم كنديروها بطريقة صحية وكندخلوها للفران كنديرو ليها الزيت هكام الفوق باش كتجين القشرة ديالها تغي겠어요 كتسهل عينها كتنحيدوها مكتجيش صعيبة مكتلسقش فيها يعني بدك تخرجوها من الفران كتخلوها تبرد وتحيدو القشرة هنا انا غدي ندخلها الفران جهد للتشوى ونخليها تبرد ونحيد لها القشرة بالنسبة للتنجال هنا كتاخدوا من الاحسن خاص يكون النجال صغير يكون النجال صغير ورين ما يكونوش كبار ويكونو من نوعية جيدة انا وقع لي واحد المشكلة هنا في التنجال انني ما كانش تنجال زوين ما كانش جديد يعني من نوعية جيدة كحال الى كان جديد وطري ما كيكحالش لكم كيبقى بيض وكيبقى غزال يعني وخاك تفوروا وتشرملوا كيبقى لكم بيض انا نوريتكم الطريقة وصافي ونعطيتكم النصيحة صافي كنديرو كيتفور انا فورتو هنا في التغمو ميكس ودس باش هنايا خديت القرعة الخضراء اللي هير شوية نجرتها هير شوية شوية حيث لاذاك البشراء الفقانية وغادي نقطع بحال هكا الاربعة وغادي نديرها في المقلع ما كانفورها ما كانسلقها كنديرها مباشرة في المقلع كتطيب فيها حيث دغية كما كتعرفوا القرعة الخضراء دغية دغية كطيب ما كتاخدش شا هي قاع منكم وقت يعني دلكش باش قلت لكم ارا هالسلاطات لي غا يوجدو لكم بسرعة وما كياخدوش قاع منكم وقت صافي كنكمل القرعة ديالي كنقطعها كل واحد يدي القياس اللي محتاج به هنايا ها هو النجال بعد ما تفور كيما قلت لكم إليك النوعية جيدة ما كيك حاجب حلا كيب قبيض ولكن هذه النوعية ما كانش زوينة ها هي بالنسبة للقرعة عادرت لها المليحة زويتة بلدية دارولي لها تشار ميلة كتبغي زويتة بلدية كنديرو القصبور اون معدنوس فوق منها ما كتكتروش يعني قوة بزاف جل عطرية يعني كنحتاجوا قصبور اون معدنوس كنحتاجوا التويما الكامون الكامون أنا الكامون راني من قتنقي على اليد وكان نسخنو هاكا كننفيه عاد كنطحنو باش كي يعطي المدق زوين وكان ديرو فيها السودانية صافي ها ها هدو ملقة شي اللي كانحتاجوا وكانخلطو هاد القرعة هادي وكانخليوها كتبغ على المهل حدانة يعني كتبغا تتطيف المقلع وما كتبغوش تحركوها بزاف وكانتتتقنقص عليها العافية باش كتبغ على عافية مهيلة هنا بالنسبة للفلفلة بعد ما خرجتها من الفران وبرداتليا كننقها كي ما قلت لكم بني كنديرو لها الزيس ضغيية ضغيية كتنقها معاكم كتجيكم بسهولة وكتديرو الكيمية اللي بغيتو يعني جتي اللي درتو كيمية كتيرة ما كتغلبش عليكم ضغيية ضغيية كتتحييد لها القشرة ديالها صافي كنحييدها وكانبقى نحييد لها الزريعة وحدة بوحدة ساهلة وبنسبة لمو بتادي أسودك الشي راها ساهلة وكتجي بنينا هالفلفلة ما كندير فيها أنا لا ما طيشها لا تشي حاجة أنا كي ما شتو هات الصلطة اللي خدمت ما خدمت فيه مقاع ما طيشها يعني صلطة هي بتشغميلها صافي هنا الفلفلة أنا درت الفلفلة هاي الحمراء والخضراء اللي بتوفرين عندي هنا عندكم تصفرارة كتجيت هي حلوة وكتجي بنينا هنا يبعد محيت لها ومزرعة كي ما شتو صافي هالفلفلة هادي ما كتتغسل ما تشي حاجة يعني من الفران تحيلها القشرة صافي وتقطعوها باش كتبقى في هالبنة ديالها ما كتتغسلش باش كتبقى ديك اللي تدي الفلفلة صافي كنا قطعوها بحالها كطويلة شرائح طويلة ورقيقة وكنديروها في المقلع هنا بالنسبة لتنجالها وبعد ما كمنا التفوار خاصو يجيكم بحالكة ما تخليوش تيطيب بزاف عاو تيني كيتهرة باش يبقاشها الدراسو حيث عاودو نزيدو للطياب في المقلع مع الشرمولة هنا كنوجدو الشرمولة اللي غالي نديرو في الدنجال كنحتاجو لها القصبون مع الدنوس الكامون واحد اللي مع القونس كتبقى ليكم القياس ديال الشرمولة على حسب قياس الخضر اللي عندكم يعني حسب القياس اللي عندكم ديال الخضراء وكنديرو السودانية وشويش ديال التحميرة الحمض مع السر والمليحة هاي هنا كنديرو واحد العاصر ديال الحمضة هاد النجالة دا خاصو يجي محمض باش كيجي بنين صافي وكنديرو فيه طرف ديال التومة انا عندي التومة بحقوقها وهنايا كما قلت لكم التحميرة وزويتة بلدية ضروري من زويتة بلدية صافي وكنحرك دا بهنا زيت البلدية كندير شوية وعدني كيخصني راني كنزيد وكذلك اه إلا بغيتو تلالت الحمض جاكم ما كافيش رغالي تزيدو الحمض حيث واخصو جي محمض كنديرو هاد الشرمولة ديالنا كطيب فوق العافية مهيلة كنخليوها كطيب حدانا انا زيت ليه هنا شوية ديال الحامض والملحة ما تديروش ملحة بزيب حيث انا اصلا يعني حيث كنديرو الملحة في التفوار وكنزيدوها في الشرمولة ومع الحامض ما خصنش نملحو بزيبش ما ديش ملحة هنا بالنسبة للفلافل كنديرو من ابزار والكامون هاو محدة انا كنديرو هنا وهنا يدينا هنا وهنا درت ليهم تومة والقصبور المعدنوس فقط هاد الشي اللي كنحتاجو وزويتة بلدية سافو كيدوزو تاهمة في المقيلة دغية دغية يعني ساهلين تاهمة ما كي ياخدوش قاع منكم وقت سافو كندير واحد ربع كاز يزيل بالدية لحسب القياص اللي عندي وكنخليها على جانب حتى نحيي تدي نديرها على البوطة سافو هنا هاداك الدنجال هوا كنديرو هنا هاداك الشرمولة اللي طيبتها في المقيلة سافو كننقلب هاكد نجالات هاكا كيبقوا هاكا صاينين صحاح علشان اقول لكم ما الطيبو مش بزاف حتى فاشفيني كاز باود ديروهم بحلا كاف الشرمولة ما كيبقى لكم شادين الحجم ديالهم وكيجيوا ازوينين وكيما قلت لكم ضروري ضروري ملاحظة هادي مهيمة انكم تعزلوا بنجال من نوع جيد باش يبقى لكم بيد كيبقاها كبيد ما كيكحلش هوا تسايت ابنيك تشوفوه تبتلوا اللون عرفوه راح راح ماشي ماركاج دبينا ويكون طريق جديد سوف نزلت هنا شوية نزيل البلدية حجتني قليلة سوف نخليها فوق المقلة هنا بالنسبة للقريعة الغياطة بالنارة بالزربة نديرو فيها واحد لنصف قشرة ديال الحامض مصير نصف حامضة مصيرة اللي كتكون قطعة صغيرة كنزيدوها فيها باش كتجي دك القريعة كتبعطيها واحد لبنارة اعادك الحامض كتجي محمضة كتجي غزالة سوف يكون قنحركي ما كتشتو كنحركيير بشوية باش القرعات ديالي كتبقى شد الحجم ديالها وما كتحيت عارفين ضغيية ضغيية القرعات الطيب إلا بركتعلها غا تتمعز اللهم كتزبقى بحال هاكا سوف نخليها ونطفي عليها هنا دست الفلافل تاهم مادرتهم باش ايه طيبو كنحركهم الفلافل هير شوية واحد لخمسة ديال ديال دقايق هاكا كيتشحروا صافو كتحيدوهم من فوق العافية ما تخليهم شقع بزاف ضغيية ضغيية يعني هاد الخضرات القرعات الخضرة ما كتشدش معاكم موقتي يعني القرعات الخضرة كتبليكم في 15 دقيقة بنجل كذلك ضغيية ضغيية كيتفور وكتكونوا وجذول الشرمولة دياله هي تحيد من التفور ديرو في الشرمولة صافي الفلاة ديالي بعد ما طابت غادي نحيدوها من هنا من المقلة وغادي ندوزو باش نديرو هنا القرعات الحمرة اللي كان نقيتها وغسلتها وقطعتها مربعة كان نضيف عليها الزيت الرومية هادي كان القرعات الحمرة كان نديروها مع السلكة تجيزوينة واللي بزاف منكم كانوا سولوني عن الانستغرام عليها تقول لي كيفاش كتدر هي سهلة ما كتبخروها ما تش حاجة تديروها نيشا في المقلة مباشرة تنزيدو لكن ما شفتو زيت البلدية والملحة صافيو كنخليوها تطيب في المقلة ديالها ما كنضيفوش لها حتى نقطع ديال الما حيث كان نلقصو عليها وكنخليوها هي كتطلق المادية لها ما تضيفوش علي الما باش كتجي بنينة صافيو غادي نخليها هنا على جنب وندوزو الصلاطة الخاميسة هنا بالنسبة لشلاطة ديال البطاطة شوفوا البطاطة كي تقطع مربعة تكبر ما تخليوها شتهرة يعني هيت شدراسة حيدوها كان دير فيها واحد البصلة صغي وراء مقطعة صغي وراء تقدروا تديروها اللي ما كيبغيش البصلة خضراء يديرها مشحر وكندير واحد شوية الكورنيشون معها حيث البصلة مشحرات هيكتعطي واحد البنوط الخضراء اللي كيبغيش حاجة يدي استعملها كنديرو الماييس وعندي هنا الطون على حسب القياس اللي كي عندكم يعني كتديرو الطون كتستعمل القياس اللي بغيتو سوف أنا عندي الطرف هذا كبير كنفرتو وغادي نضيفو لها المعدنوس والملح والإبزار ضيفو هي شوية ديال المعدنوس ما نضيفو شبزيف سوف الماييونيز الماييونيز أنا صوبته منزلي هو من الأحسن منزلي حيث كان ديرو فيه المطارد إلا كان ديال إلا شريطه الجاهي زيدو في واحد معلقة صغيرة ديال المطارد مثلا نجمع القبار ديال الماييونيز يزيدو فيه معلقة صغيرة ديال المطارد باش داك المطارد كيعطي البنة في الشلادة وهكا في البطاطا ودك شي كتبغي تجيب نينا سوف نخلط بحل هكا شلادة ديالي كنزيد الماييونيز إلا احتاجيت أنا هنا احتاجيت شلادة هير بشوية راكم عارف البطاطا كتتترس باش كتبغي شددنا الحاجم تيال سوف نخلي وعلى جنب ونزول القرعة بعدما ما طابت لنا القرعة هادي ديال دغية دغية تطيب القرعة الحمرا كما كتعرفو ساهلة هانتو ما يكتبقوا تبركو عليها اي كتبغي سوف مني كتشوفوها المعسو بها هادي القرعة ونخلي القرعة باش كتتعسل لنا كنزدو لها القريفة وسكر سانيدة واللي ما بغاش يدير سكر سانيدة غادي يستعمل العسل على حساب المتوفر كل واحدة شنو انا درت السكر سانيدة باش كل شي را متوفر لي سكر يديرو صاف هنا كنخلي ها كتتت تشرب حي مع السكر كتتلق الماء كنخلي وتتتوقف بحية الشكل هذا ما كتتبقاش نقطة ديال الماء في المقلع يعني ساف كتشوف ها نشفات وده كتعرف ها رح وجدت كنحيدوها وكنقدموا الصلطة ديالنا هنا ها هم الفلافل ديالنا اللي وجدو كنقدموهم وكنزينوهم باللي بغينا انا نادرتهم في اواني الفخار اللي كيعطوا واحد المنظر واحد منظر راقي وزوين مع الألوم دك كي شهي ونف باش نوجدو الصلاطات وانا كيعجبوني هاد الاواني هادو ساف هنا هاي القرع مع السلة كتزينوها باللي بغيتو تقدرو انا زينتها باللوز مهرمش مقلي ومهرمش وتقدرو تزينوها حتى بالقرقع تهو كيجي في هزوين كيتوات معها هنا يدنجال تهو كنحطوه وكنزينوه باللي بغينا كيما قلت لكم إلي كندنجال من نوعية جيدة ما غديش كحل بحال حكا كيبقى بيض هاد هاد حتى تمشي من نوعية كيما قلتكم جيدة مكحال هنا القرع الخضراء ساف نحطو دكشيف طباس قدوه وكنزينوه باللي بغينا البطاطا كذلك مثال هاد سلاطات هاد ينفعو يعني حتى من غير عيد الأضحى يعني تقدرو توجدوهم هكا لعائلتكم ولا جاي لديكم شي دياف ولا شي حاجة نرهم سهلين وكي يجي وبنان وسريع في التحضير ما كي ياخدو جقع منكم وقت هنا أنا قشرة ديال الحامض قطعتها رقيقة وزينت بها زينت هنا بالنجال بالطوماتو غيز بالحامض بالغوكات ولا بالمعدنوس زينو باللي بغيتو كيبقى لكم الزين هنا القرعة زينت بالمعدنوس من الفوق كما كنقول احنا العين اللي كتاكل وهده هما الصلاطات ديالنا بعد ما حضرنا ههم وكما اشتو القرعة الحمراء أنا زينتها باللوت وتقدروا تزينوها حتى باللكركة كنتمنا للفيديو أن للفيديو اليوم يكون لإعجابكم وكشكركم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم وإلى الحلقة الجاية إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جداد بحول الله وعيد مبارك ساعد مسبقة إن شاء الله دمان شاء الله ما جاينهش واسد دي العيد الأضحى تبارك الله وإلى بغيتو وصفات خرين دي العيد في القناة وإلى الحلقة الجاية إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جداد ومرحبا بكم في قناتكم